الحريري يمدد الأيام العشرة ويسأل لماذا نسفها باسيل التنبيه لمخاطر الترف السياسي في التعامل مع تأليف الحكومة والتيار القوي صحح كلام رئيسه مش عم نحلم حل رئيس الحكومة نحن عم نعطي رأينا كيف مفروض تتشكل الحكومة حراك سياسي قواتي اشتراكي في عين التيني ما حدا بيحط فتو على حدا حتى لو اعتمدنا معايير الوزير جبران باسيل بيبين أنه ما في عقد درجية أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في جهد دولي على أزمة اختفاء خاشقجي وتسجيلات تكشف أن الصحفي السعودي استشعر الخطر لا أعتقد أنني تفكريني صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية تحرك الوضع الحكومي على مستويين زيارات لتنسقيات التأليف من عين التيني إلى بيت الوسط ومواقف للرئيس سعد الحريري أبلغها للصحفيين قبيل اجتماع كتلته النيابية معلنا تمديد العمل بالأيام العشرة التي ألزم نفسه بها لإنجاز الحكومة وصنف الحريري مؤتمر الوزير جبران باسيل في خانة النسف معتبرا أن كلامه لم يكن إيجابيا أما لماذا نسف باسيل تفاؤلي فلا أعلم السبب وهو حر في رأيه وجزم الحريري أنه إذا اعتذر عن عدم التكليف فلن يقبل بتكليفه مرة أخرى وقال لماذا سأعتذر إن كنت سأعود لكن رؤساء الحكومات عندما يغادرون لا يقطع الله بهم وليس هناك من دواع إلى أن يعودوا بشروط الآخرين عليهم وسحب صلاحياتهم وهذا رئيس مجلس وزراء فرنسا الأسبق مانويل فالس وفي خطوة جريئة قرر الترشح لمنصب رئيس بلدية مدينة برشلونة الأسبانية في انتخابات الربيع المقبل لكونه يحمل الجنسيتين الفرنسية والأسبانية ولما كانت جنسية الحريري الثانية سعودية فقد يتعذر عليه الأمر في الرياض لكنه متاح في بيروت البلدية الأغلى موازنة بين المدن وربما الدول على أن أمال التأليف لم تنقطع بعد وقد حرصت كتلة التيار القوي على توضيح كلام الوزير جبران باسيل كبادرة حسنينية واشددت على أن التيار يعطي رأيه فحسب كأي جهة سياسية ولا يتدخل في التأليف وفقا لما أعلنه النائب على عون وفيما حمل تيار سلاح التراجع خطوة شكلية إلى الخلف فأن القوات ناورت وبالذخيرة الحية وبالأسلحة المحرمة وعبر موقع نائب رئيس الحكومة فوزير الصحة غسان حصباني الذي يشغل وهذا المنصب الجدلي المشتور بين نصفين بين أخين سابقين عمد إلى إجراء تفجير افتراضي يتضمن مواد خطرة قرب قاعدة رياق الجوية مرسلا إشارات تستهدف المواد السياسية المحضورة داعيا إلى ضرورة تقديم التسهيلات لولادة الحكومة سريعا تجنبا لدخول البلد في العناية الفائقة وعلى خطوط غرف الطوارئ الإقليمية والدولية فأن مصير الصحفي جمال خاشقجي دخل في العناية المركزة تركيا كثفت التحقيقات بما فيها تفتيش القنصلية أمريكا بريطانيا أوروبا الأمم المتحدة وكندا كلها دول خرجت من مرحلة القلق إلى حدود الشك كبريات الصحف الغربية بدأت نشر تقارير ومعلومات عن مخاوف خاشقجي المسبقة وأبرزها ما بثته البي بي سي البريطانية من تسجيل يتضمن حوارا يستبعد فيه العودة إلى بلاده لأنه يكتب وصاحب رأي ووسط سيل التقارير سودوية المصير ظلت السعودية على نفيها وقال سفيرها في واشنطن الأمير خالد بن سلمان إن الأنباء التي تفيد باعتقال أو قتل المملكة لخاشقجي خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة ولا أعرف من يقف وراء هذه الادعاءات أو نواياهم وما نهتم به هو سلامة جمال إذن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يؤكد أنه لن يعتذر عن عدم التأليف ويستغرب السلبية التي لاقاه بها وزير الخارجية جبران باسيل ما صدر عن الرئيس المكلف سعد الحريري من تفاؤل بولادة الحكومة في غضون عشرة أيام ارتكز وفق كلامه خلال دردشة مع الصحفيين قبيل اجتماع كتلة المستقبل على أجواء لقائه الأخير رئيس الجمهورية ميشيل عون وحين سئل إذا كان مؤتمر الوزير جبران باسيل قد نسف تفاؤله قال إن كلام باسيل لم يكن إيجابيا أما لماذا نسف باسيل تفاؤلي فلا أعلم السبب وهو حر في رأيه وفي رد عن سؤال حول ما المقصود من كلام باسيل أنه سيجري تكليفك مرة أخرى وفق قواعد جديدة رد الحريري من قال إنني سأعتذر عن التأليف أما إذا اعتذرت فلن أقبل بتكليف مرة أخرى فلماذا سأعتذر إن كنت سأعود وما حصل معي عام 2009 كان في ظروف مختلفة مشيرا إلى أنه لا موعد محددا بعد بينه وبين الوزير باسيل إلا أن الحريري مدد مهلة تفاؤله وأعلن مرة أخرى أن الحكومة ستؤلف في غضون الأيام العشر المقبلة لأن البلد في أمس الحاجة إليها والوضع الاقتصادي يفرض على الجميع التنازلات معتبرا أن جميع الفرقاء قدموا التنازلات بمن فيهم القوات والتيار الوطني الحر وأن كل العقات في طريقها إلى الحل وأضف الحريري أن المعيار الوحيد هو حكومة الوفاق الوطني وفي اللحظة التي نضع فيها معايير نكون نكبل أنفسنا بتأليف أي حكومة في المستقبل وهذا الأمر ليس له أصل لا دستوري ولا عرفي ولا له تاريخ ولا جغرافيا ونفى الحريري علمه بوجود أي مبادرة فرنسية لمساعدته على تأليف الحكومة وعن مساعدات سادر قال الحريري نخطئ إذا كنا نعتقد أن العالم سينتظرنا لإنقاذ أنفسنا وهناك قروض لا تنتظر وعن ربط الحكومة بدخول العقوبات على إيران التي قد تشمل حزب الله شدد الحريري على أن لبنان ليس إيران وإيران ليست لبنان تأكيد على حسن العلاقة مع الرئيس عون والتزام مقتضيات التسوية السياسية التي أنهت الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية وأطلقت عجلة العمل في المؤسسات الدستورية أربعة التنبيه لمخاطر الترف السياسي في التعامل مع تأليف الحكومة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد ورفض المحاولات المشبوهة للتصويب على الليرة اللبنانية وحاكمية مصر في لبنان وأكدت الكتلة أنه آن الأوان لوقف مسلسل التجاذب والتناوب على رمي المسئوليات وطرح المعايير ولم يعد خافيا على أحد أن اللاعب على حافة الوقت هو تلاعب بالاستقرار السياسي والاقتصادي رواندا بخزام قناة الجديد وعقب اجتماع الكتلة استقبل الرئيس المكلف كل من وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال ملح مريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية في حضور الوزير غطاس خوري وأن أبو فعور موفدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وقد تناول البحث في خلال اللقاءين آخر المستجدات السياسية لا سيما ما يتعلق بتأليف الحكومة كما استقبل الحريري رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف التي وجهت إليه دعوة لحضور القدس السنوي الذي سيقام لمناسبة ذكرى الثالثة لرحيل النائب السابق إلي سكاف وبعد اللقاء أملت سكاف أن تتألف الحكومة في أسرع وقت ممكن لكي تعود العافية إلى البلد دعية كل فريق إلى التخفيف من أنانيته لأن المهم هو ليس ما يحصل عليه كل فريق من عدد وزراء بل أن يرتاح الشعب الذي يمر حاليا بمرحلة صعبة بعد اجتماع تكتل لبنان القوي برئاسة الوزير باسيل أكد النائب على عون أن التكتل يقارب الحكومة من ناحية المعايير وينتظر الصيغة المناسبة نحن بنين على التفاقل يلي أبدال رئيس الحريرة بحكومات بلبنان نحن محكمين بلبنان بحكومات وحدة وطنية لا يوجد أن تظل على الاستنسابية لأنه إذا تظل على الاستنسابية يحدث فينا كل مرة كما يحدث فينا هلأ بينما لو وضع قصص واضحة تمشي وتتطبق على الكل كل مرة بشكل واضح وبمعيار واحد بعد ذلك الحكومات تتشكل بشكل أسرع بكثير مما نشهده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط غرد على تويتر قائلا وسط هذا الجدل البيزنطي الدائر حول الوزارة قد تكون الورقة الإصلاحية التي يوافق معظم الأحزاب عليها في المجلس الاقتصادي الاجتماعي المدخل إلى الإصلاح وقاعدة للبيان الوزاري عند تشكيل الحكومة الجديدة وأضاف هناك نقاط في تلك الورقة لابد من تطويرها لكنها بالمجمل جيدة وهذه إشارة إيجابية من رئيس المجلس الجديد الأستاذ شار العربيد الذي يعي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية الخطيرة يبقى على الأحزاب التي شاركت أن تضع الورقة أساس الإصلاح وأن تجمع على النقاط كلها من دون تحفظ عقدة درزية مسيحية في عين التيني وفي التأليف الحكومي لا ذيت على أحد تحت سقف عين التيني اجتمعت العقدتان الدرزية والمسيحية وعند مدخل القصر التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي وفد كتلة اللقاء الديمقراطي تبادل أطراف الحديث بعيدا من التأليف الحكومي فاللقاءات اليوم تشريعية على حد تعبير النائب بلان العبدالله ملف الإعلام المطبوع ومشكلاته مع الضمان الاجتماعي واقتراحات العثور على مخارجها لا تكبد الدولة أموالا كانت حاضرة في لقاء رياشي بره إلا أن طيف التأليف بقي حاضرا أيضا قبل أيام من عقد اللجان المشتركة اجتماعاتها قدم وزير التربية مروان حميدي ووفد الكتلة إلى الرئيس بره اقتراح قانون معجل مكرر يمدد فترة التعليم المجاني فيما أكد حميدي ألا عقدة درزية في التأليف حتى لو اعتمد معيار الوزير بسيل مع ذلك بتصور أن مواقف وليد بيك بتسهيل تشكيل الحكومة معبرة جدا وراحت إلى أبعد مجال فمحدا يهتنا بعقدة درزية ما في عقدة درزية العقدة معروفة عند من يحاول السطو على القرار الحكومي من هلأ لأربع سنين وهذا بتصور أنه كل القوى في لبنان مش بس نحن والرئيس بره رافضين هذا الشيء وكان الرئيس بره قد التقى صباحا وزير الدفاع يعقوب الصرف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني يفجر ناقص الخطر الحكومي في تفجير افتراضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الجيش اللبناني والأكاديمية اللبنانية الأوروبية لطب الطوارئ مستشفى القديس جاورجيس الجامعي نفذت منورة حية لخطة استجابة حادث تفجيري افتراضي يتضم النواد خطيرة داخل حرم مدرسة القديس حنة الملاسقة لقاعدة رياق الجوية وانضم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني خلال المناورة إلى غرفة العمليات الميدانية في الجيش اللبناني حيث تابع عمليات الإخلاء ثم جال على الفرق المشاركة وعين المعدات المتطورة الميدانية المستخدمة وأجهزة السلامة الواقية الخاصة بوزارة الصحة والتي ساعدت في تأمينها منظمة الصحة العالمية العمل الجماعي ممكن لا بل ضروري في لبنان وإننا مدعونا لتضافر الجهود للتصدي لأي تهديدات وفي ملف تأليف الحكومة شدد على ضرورة تقديم التسهيلات لولادة الحكومة سريعا تجنبا لدخول البلاد في العناية الفائقة فالمطلوب شراكة حقيقية وبناءة والتهديدات التي يواجهها لبنان المحاط بمنطقة تغلي وجميعنا مدعونا كأطراف سياسية إلى تقديم التسهيلات لولادة الحكومة سريعا قبل أن يدخل البلد في العناية الفائقة وحينها لا يعود ينفع امتلاك السلطة أيا كانت ولفت حصباني إلى أن مهام الوزارة لا تقتصر على تأمين الدواء والاستشفاء بل تشمل رسم السياسات الصحية وأطلاق حملات التوعية وتنفيذ الخطوات الوقائية أوضح الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أن الإشكال الذي حصل في مكتب منفذيات عليه بين بعض الأفراد تم تطويقه من قبل القوى الأمنية بالتنسيق مع الحزب القومي على أن تتخذ التدابير والإجراءات الصارمة بحق المتسببين بالإشكال ونفت عمدة الأعلام في الحزب نفيا قاطعا وقوع أي إصابات أملة من وسائل الأعلام والمواقع الإلكترونية توخي الدقة في نقل الأخبار حرصا على الموضوعية وعدم إثارة البلبلة وكان قد سمع إطلاق نار داخل مركز الحزب القومي في علي إثرى خلاف بين عناصر الحزب الموجودين في المركز بحسب الوكالة الوطنية للأعلام وحضرت القوى الأمنية وطوقت المركز وتمت معالجة الإشكال وتسليم مطلقي النار تدخلات على أعلى المستويات لحقن الدماء بين أبناء العائلة الواحدة في سرعين البقاعية ولن تصدق سبب الخلاف قبل سنتين وفي هذا الشارع في بلدة سرعين الفوق وقع إشكال فردي بين شابين من الشمان على أفضلية مرور أدى إلى سقوط ضحيتين بينهم شهيد الإصلاح أمر شبه مربك أن تبادر هنا إلى السؤال عن السبب الذي أودى بحياة شخصين من ألي شمان قبل نحو عامين في هذا الشارع وأدى الترسباته لاحقا إلى مقتل آخرين من العائلة نفسها وسقوط عشرات الجرحة وتدخلات على أعلى المستويات من حزب الله وحركة أمل والمجلس الإسلامي الشعي الأعلى وحتمين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإتمام الصلح بين أبناء العائلة الوحيدة لحصل حقيقة شيء مؤسف هي أفضلية مرور من فترة سنتين هي تشفيت السيارة أو أفضلية مرور فينا نقول الثنين ثنين يعني مع بعضهم تشفيت السيارة وبيقطع عابل أو بيقطع عابل أو كذا يعني مسألة حقيقة منا محرزي منا محرزي للسبب بيخجل واحد يحكي حقيقة لهذه القصة طرف ثالث قضى في أثناء محاولته الإصلاح بين المتخاصمين في أول إشكال وقع بعد سنتين أثمرت دماؤه التي عبدت شارع شهيد الإصلاح في سرعين الفوق فضلا في التئام جراح آل شمان كما تقول العائلة صحيح هنا أنت أزينا وكان خيلا نأتيه لجمله ودفعنا فتورة كبيرة بس خوفة مخافة من الله ورحمة لها العائلة ولمستقبل لها العائلة أخذنا أرار أنه نحن يكون دورنا فعال بحجب الدم ونلمجرح العائلة نحن وصلنا لهان وانتهينا على صفحة بيضة بني طيبي صالحنا وما في عنا بقى أي ضغيني ولا إلا أي مردود شلبي بالمستقبل إذا أنا بدي أرجع أخذ بتاري وهني بدي أخذ بتاره ونحن بني أخذ بتار بعضنا نفني بعضنا ما بيصير هذا الشغل كله سوا عندي شوفتهم ابني راح بس شوفتهم بتسودني ولأن الموت رخص جدا في بلدنا ويقع لأدفه الأسباب يبقى الأمل أن تكون المصالحات طويلة الأمد وأن لا ينتهي مفعولها عند أول مفرق حليم الطبيعة قناة الجديد الرئيس الأمريكي يعلق على قضية جمال خاشقجي بعد أسبوع من اختفائه وتركيا تعلن أن مبنى القنصلية سيخضع للتفتيش والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان تركيا والسعودية إلى تحقيق عاجل أما الخارجية الأمريكية فأعلنت أنها لا تعلم إن كان الصحفي السعودي على قيد الحياة أم لا وقالت أن ترامب ينوي الاتصال بالعهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث القضية داعية المملكة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن اختفائه هي الصورة الأخيرة للصحفي السعودي جمال خاشقجي قبيل اختفائه الغامض التقطتها إحدى الكاميرات خارج مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول ويظهر خاشقجي وهو يهم بدخول مبنى القنصلية مرتديا بزة سوداء فيما يقف شخص لم تحدد هويته أمام باب القنصلية ويظهر على الصورة تاريخ وساعة الدخول عند الأولى والربع من بعد ظهر الثاني من تشرين الأول وبالتوازي عرض التلفزيون التركي شريط فيديو من الجو صورته طائرة من دون طيار للقنصلية السعودية في اسطنبول آخر مكان توجه إليه الكاتب السعودي قبل اختفائه وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن التحقيق في اختفاء خاشقجي جار على قدم وساق وقال المتحدث باسم الخارجية حامي أقسوي مع أن معاهدة فيينا تنص على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة فمن الممكن أن تفتشها سلطات الدول المضيفة بموافقة رئيس البعثة وقال سيخضع مبنى القنصلية للتفتيش في إطار التحقيق صحيفة The Garden وفي إطار متابعتها هذه القضية اللغز أشارت إلى أن السلطات التركية تفحص كاميرات الشوارع بحثاً عن شاحنة سوداء تعتقد أنها حملت جثة خاشقجي من القنصلية السعودية الأسبوع الماضي وبعنوان هل قتل السعوديون جمال خاشقجي كتبت الصحفية روبرت رايت مقالاً في مجلة نيويوركر قالت فيه أن الصحفية المفقود عبر لها في آخر مرة تحدثت إليه عن خوفه على حياته وأنه كان مقتنعاً بأن القيادة الجديدة في السعودية تريد قتله سعودياً وصف السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان التقارير التي تفيد باعتقال أو قتل المملكة لخاشقجي بالخاطئة تماماً قائلاً لا أساس لها من الصحة ولا أعرف من يقف وراء هذه الادعاءات ولا نياتهم وفي بيان قال بن سلمان ما نهتم به هو سلامة جمال وكشف حقيقة ما جرى وأكد بن سلمان أن الحكومة السعودية تتعاون تماماً في التحقيق الذي تجريه الحكومة التركية وقال جمال مواطن سعودي تمثل سلامته وأمنه أولوية قصوى للمملكة الولايات المتحدة التي يحمل خاشقجي جنسيتها أيضاً أعرب رئيسها دونالد ترامب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن اختفائه يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للسناتر الأمريكي لينسي جراهام قال فيها إنه في حال تأكدت المعلومات التي تفيد باغتيال خاشقجي فإن العواقب ستكون مدمرة على العلاقات بين واشنطن والرياض دولياً دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تركيا والسعودية إلى إجراء تحقيق عاجل في اختفاء خاشقجي واحتمال مقتله وأعلان النتائج فيما كشف وزير الخارجية لبريطاني بورس جونسون أنه التقى السفير السعودي سعياً لإجابات عن مصير خاشقجي مشيراً إلى أنه إذا صحت التقارير الأعلامية عن مصيره فستتعامل لندن مع الواقع بجد وقال صداقتنا مع السعودية مرهونة بالقيم المشتركة بيننا الاتحاد الأوروبي بدوره طالب المملكة بالإدلاء ببيان توضحي عن مصير خاشقجي كذلك دعت ألمانيا إلى الكشف عن ملابسات القضية فيما أبدت كندا قلقها من التقارير التي تتحدث عن مقتل السحفي المعارض وأكدت أن مسؤوليها يسعون للحصول على مزيد من المعلومات البي بي سي تنشر تسجيلاً صوتياً للخاشقجي قبل أسبوع من اختفائه يعلن فيه بوضوح خشيته من العودة إلى المملكة العربية السعودية مجروني التي تنشر تم فيه دائما تنشر رائع سنشر تروني سنشر تروني أكبر 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 ستكون لفعض التمريب أكبر 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 أمر تراحب أي شخص جاء لا تقوم بمفتحه لأنني أتعلم بعد الفاصل عشر سنوات أشغال شاقة للكوبوي أهلا من جديد الحاجة آمنة سليمي تسلم روحها بعد ثمان عاما من التضحية العنصر النساء كان حامي ظهر هذه المقاومة للنساء نصف الجهاد كثيرا مقالتها أم الشهيد عماد بغني بقيت مثابرة ثمانين عاما جاهزة لحماية الدار دار غادرتها الحاجة آمنة سلامة آخر مرة محملة على أكتاف كل من حملت همه طوال حياتها أم الشهيد شيعت في روضة شهداء المقاومة الإسلامية في حضور شخصيات سياسية وديبلوماسية نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شدد على أن مسيرة المقاومة مستمرة وأن لا تعديل في القناعات في وجوب تحرير الأرض وحماية الوطن والبقاء على جاهزية كاملة وسنحفظ الأمانة إن شاء الله تعالى ودماء الشهداء وعطاءات المجاهدين والمجاهدات ستبقى فيها الرمز وهي العنوان سنبقى في الساحة مقاومة قوية جاهزة تواجه التحديات بالغا ما ملغت لن تؤثر فينا التهديدات ولا المسرحيات العنكرية ولن نعد من قناعاتنا في وجوب تحرير الأرض كذلك أدى الشيخ قاسم الصلاة على جثمان الفقيدة قبل أن تحتضن من جديد أولادها وحفيدها هي من كانت تؤمن بأن درب الجهاد يتطلب التضحية والعطاء المحكمة العسكرية تحكم بالسجن على من أدينه في الأعداد لاغتيال النائب السابق وليد جنبلاط قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة غيابيا مدة عشر سنوات باللبناني يوسف مونير فخر الملقب بالكوبوي والسوري مهند علي موسى بعدما أدانتهما بجرم العداد لاغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عام 2016 وتجريدهما من حقوقهما المدنية وتنفيذ مذكرة القبض الصادرة في حقهما وقدت كذلك بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات باللبناني الفار من العدالة حمود خالد عوض وتغريمه مليونين وخمسمائة ألف ليرة وتجريده من حقوقه المدنية وبالأشغال الشاقة ثلاث سنوات غيابيا لللبناني ناجي النجار وتجريده من حقوقه المدنية أيضا بعدما أدانت الأخيرين بإبرام اتفاق مع فخر وموسى على تأليف مجموعة مسلحة وعلى دعم الثورة السورية بالسلاح والمال وأقدام فخر وموسى على التواصل مع ماندي الصفضي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية والمقرب إلى رئيس مجلس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يذكر أن كوبوي أوقف في آب عام 2016 لدى وصوله إلى مطار رفيق الحرير الدولي آتيا من الولايات المتحدة الأمريكية وأخلي سبيله في شهر كنون الأول عام 2017 في مقابل كفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة قبل أن يتوارع عن الأنظار ويتغيب عن حضور جلسات المحاكمة كيف غزت المجارير وحشيشة الكيف؟ هاي مجروري صرف صحيح دير على الحشيشة هاي الشتلة هنا ما وجدناه على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكده المشهد بمياه المجارير تسقى حقول الحشيشة الحشيشة كلها عم تنساء من ميت المجارير تابع نهر الليطاني وكل المزروعات تهاون الموجودة بطاطا، بصل، برادورة، خيار، خاس من جميع أنواع الخضار كلها عم ينساء من المجارير هي عم تنساء أصدر من وراء المجارير لأنه ما فيش ماء نظيفة يسقو فيها فلقوا أفضل طريقة أنه يسقو ميت المجارير في بلد تختلط فيه مياه الصرف الصحي بمياه الاستخدام لا يعود مستغربا إرواء الحشيشة بهذه المياه أيضا بعد أن كان الاقتصاد اللبناني يستنجد بالحشيش كي يعيش نصطدم بالواقع لنجد أحلى حشيشة في بلادنا تشرب من المجارير فضلت بس على الحشيشة اللي عم تنساءه ما كل المأكلاتنا وخضارنا وفوكتنا عم تنساءه بمية مش مزبوطة هني عم بداخلوا كرما اللي يغيبوا على الوعى وهيك بتزيد يعني بتكون أحسن هو البلد كله عم تسقوه من الصرف الصحي العالم كله عم تشرب من المجارير ما نحن محشيشين خالص يعني الحشيشة بزن صرف الصحي يعني شو ما بتصير حشيشة ما بتصير حشيشة بالزيدة ما بتدوخنا وبتقتلنا بالزيدة هذا البلد أعوج مطعوج ليس المواطن فقط من يعبر عن استيائه من الوضع العام فمن الجهات الرسمية نجد مدير مصلحة نهر الليطاني سامي علوية يعرب عن استنكاره من ري الحشيشة غير المشرعة حتى الآن بهذه الطريقة اليوم هذه مأساة عم بعيشها المزارع نحنا كنا بإطار مسح للتعديات وإطار مسح لتلوث نهر الليطاني وتحويل شبكات الصرف الصحي إلى نهر الليطاني تبين وجود هذه الحالات من ضمن المزروعات التي تروى كانت حقول الحشيشة التي تروى بمياه الصرف الصحي اليوم الحقيقة هيدا بتفتح جانب الجانب المبكي أن المزارع هونيك بالبقاع ما عنده مصدر من مصادر المياه إلا المياه الآسنة الحشيشة التي جعلها بعض السياسيين الدواء الشافي لإنهاض اقتصاد لبنان تفشل اليوم مع أنها لم تبصر النور بعد رشال الحسيني قناة الجديد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي لجميل يدعو إلى وقف الجدال على المحاصصة وتأليف حكومة مختصين إذا لم يكنوا قادرين على تقسيم الوزراء زر النائب سامي لجميل على رأس وفد كتائبي رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر وذلك في إطار جولة يقوم بها على المسؤولين داعيا إلى تأليف حكومة على أن تقوم بالعمل المطلوب منها وهذا الشيء غير مقبول أن يكون البلد كله واقف من وراء وزير من هون ووزير بالزيد من هون ووزير بالنائس من هون لهذا السبب إذا لم يكنوا يعملوا هذه المحاصصة ويقصموا هذه الوزراء بين بعضهم نحن ندعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يأخذوا المبادرة فورا بيوقف كل هذا الجدال على المحاصصة اللي أصبح معيب بحق لبنان ومعيب بحق الشعب اللبناني بيظل كل هالمعاينات وينعمل حكومة اختصاصيين بعيدا عن المحاصصة يحطوا برنامج إصلاحة ونبلش ننفذ هذه الإصلاحات وكان الجميل قد زار رئيس جمعية المصارف جوزيف طراباي ودعا إلى الضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات كل اللي عندهم موني بشكل أو بآخر وعندهم تأثير بشكل أو بآخر وأول من المصارف نفرض كلنا سوى هالأجندة الإصلاحة على الدولة اللبنانية وإلا رايحين إلى كوارث وراحين إلى محلات كتير خطيرة نحن عم نحذر منها وهالأجندة الإصلاحة موجود بسادر موجود بباريترواء موجود بكل الكلمات اللي حكيناها بالمجلس النيابي الإصلاحات معروف شو هي ما بقى في حدا بيختلف عليها وقتا كنا نطرحها من ثلاث سين كانت تقوم لأيام وهلأ صار الكل عم بيحكي بنفس الإصلاحات اللي كنا عم نحكي فيها نحن بمجلس النيابي ولفت الإجميل إلى أن جولة الكتائب ستشمل كل الفعاليات التي لديها تأثير بهدف إنقاذ البلد من الوضع الخطير التيار النقبي المستقل يدعو رابطة الأساتذة الثانويين إلى التزام وعدها وأعلن الإضراب المفتوح بسبب عدم تثبيت الأساتذة المتعاقدين وحراك المتعاقدين الثانويين ينفذ إضرابه غدا المتعاقدون الثانويون يشكون عدم تثبيتهم وعدم الحفاظ على عقودهم وساعاتهم والمدارس الرسمية تعاني ندرة الأساتذة للعام الحالي هذا هو ملخص الوضع الحالي للقطاع الثانوي في التعليم الرسمي ولذلك عقد التيار النقبي المستقل مؤتمراً صحفياً طلب فيه رابطة أساتذة الثانوية بالإفاء بوعدها في الأضراب المفتوح وبإنقاذ مصير 2174 أستاذاً إن التيار النقبي المستقل إزيدين سلوك هذه السلطة ويحملها مسئولية ضرب حقوق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية يستنكر سلوك قيادة رابطة السنوي ويطالبها بالالتزام بوعودها وتحقيقها في الوقت المحدد أي قبل يوم غد فلتعلن الإضراب غداً وإذا لم تفعل فإننا نحملها كتيار نقابي مستقل مغبة عدم الالتزام بالوعود والتخلي عن 2174 أستاذ وتنديداً بعدم استجابة وزارة التربية لمطالب الأساتذة دعا حراك المتعاقدين الثانويين إلى الإضراب الأربعاء في الثانويات الرسمية وزارة الاقتصاد تعليق تداول منتجات فرن مقفل أصلاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر في جولة على مصادر المنتجات المحلية قررت وزارة الاقتصاد تعليق تداول الأسواق اللبنانية منتجات أفران فرحات في أنطلياس على أساس أنه لا يستوفي شروط سلامة الغذاء ولكن الفرن مقفل منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولا ينتج شيئاً بسبب أعمال الصيانة نحن هنا الفرن مسكر له أكثر من ثلاثة شهر تقريباً فجأنا بالقرار لطلع من وزارة الاقتصاد أنه عدم التداول بمنتجاتنا هنا المعدات عم ينعملها الصيانة هيك ومثل ما شفت وصورت وشفت كل شيء هنا وما في معدات لتصنع حتى وأنا اللي عرفت أن أجه سأله جارنا هنا وعملوا على هذا المبدأ التقرير وفيك تسألوا هناك وفيك تسأل الشرع كله وأدي إله مسكر الفرن مندوبة الوزارة أبلغها جران الفرن أنه مقفل ولكنها رفعت تقريرها إلى الوزارة أجت واحدة ست من شيء عشرين يوم شافت فرن مسكر على بكرة كان ساعة تسعة ونصف الصباح سألتني قالت لي لي فرن مسكر قلت لأصلوا شيء ثلاثة شهر تقريباً مسكر وعب يعملوا له صيانة وقعدت ديكور بس وحملت حالة وفلت وزير الاقتصاد رائد خوري وعد بمتابعة الموضوع لتوضيح ما حدث وعلى الرغم من وجود عدد من المنتجات غير المطابقة في السوق اللبناني تبقى المفارقة انتقاء فرن مقفل لإصدار قرار في حقه علماً أن الضربة بالميد حرام وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يشرح سير قرار الوزارة تركيب العددات والمواطن المستفيد الأول اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمار رائد خوري بمراقبي الوزارة الذين يشرفون على تطبيق قرار تركيب عددات على أصحاب المولدات وعقد خوري مؤتمراً صحفياً شرح فيه تطور سير العمل مؤكداً أن عدداً كبيراً من أصحاب المولدات التزم بالقرار بإشراف مباشر من البلديات في المنطقة متهماً بعض البلديات بتجاهل القرار نظراً لوجود مصالح مشتركة مع أصحاب المولدات كل المناطق اللبنانية صارت مغطاية من قبل الوزارة بالنسبة للمحاضر الزبط نحن لحن نكمل بهذه الطريقة في مواكبة حتى كمان من البلديات اللي حتشوفوها بالأيام الجاية إنما بقلكم كمانا في بعض البلديات أنه ما عم تقوم بوجبة مثل ما لازم يأما هي عندها تآمر مع أصحاب المولدات مع بعض أصحاب المولدات يأما عندها منفعة بطريقة معينة وعم يتعاملوا مع المرئبين تابعونا بطريقة غير لائقة نحن عم نقلهم أنه إذا بلح يكملوا بهذه الطريقة نحن لحن نطلع ونفضحهم بالإعلام وبعد المؤتمر الصحفي دعا خوري الإعلام إلى مواكبة عدد من المراقبين في الوزارة خلال جولتهم على عدد من المولدات في عين سعادة للاطلاع على عملهم نزلت ورقة المواصفات أونلاين وروحنا على ليبنور قالوا لنا أجيبوا عداد من هوض الأرقام في أربع أرقام بالورقة المواصفات ما عمل الأمنهم بالسوق رجعنا اتصلنا فيهم بعد جمعة قالوا لي أنت جرب العداد أو روح مع أحد البحوث جربت العداد كوني كهربجي وشفنا العداد المناسب اللي هو عم بيعده مظبوط بعدين رجعوا قالوا تصلوا بوزارة الاقتصاد صارت القصة مش بإيدنا هاودي اللي بنور وكملنا على ذات العداد اللي جايبينه بس مش متأكدين إن كان حيمشي أو لا أداة عندكم مشترك أنتم؟ عنا شيء 450 مشترك أداة سرتم ركبين لهلأ؟ 150 من سطر محدر ضبط لمخالفة القرار لأنه كان مفروض بواحد عشرة يكونوا تركبلهم عددات لكل المشتركين وحضرته بلش بس مركب أربين بالمئة وسترت ست محاضر ضبط بحق أصحاب عدد من المولدات في حين أكد المراقبون في الوزارة أن أصحاب المولدات الذين لم ينجزوا تركيب جميع العدادات ستحرر محاضر ضبط بحقهم حتى إتمام العملية نهائيا لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية في قصر بعبدة وسفير فلسطين لدى لبنان يتسلم دعوة من عون إلى الرئيس محمود عباس استقبل رئيس الجمهورية العماد مشال عون في بعبدة وزير المال علي حسن خليل واطلع منه على الأوضاع المالية في البلاد والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية للتنمية الاقتصادية في بيروت كذلك استقبل النائب اللواء جميل السيد وعرض معه التطورات والأوضاع العامة واعتبر السيد بعد اللقاء أن معطيات الوضع الداخلي اللبناني ولسيما الوضع الاقتصادي والخدماتي يحتمان على الجميع تحمل مسؤولياتهم لإطلاق عجلة الدولة من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة أما رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وياموهاب الذي التقى الرئيس عون وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع الساعة فغرد على تويتر قائلا ارتحت إلى جهود الرئيس عون الكبيرة لدعم العيش الواحد في الجبل وأبلغني عن خطة إنمائية للشوف كلف فريقا بإعدادها لتأهيل طرقات القرى النائية ومن زوارب عبد النائب سليم عون الذي عرض معه حاجات منطقة البقاء عموما وزحل خصوصا الوزير السابق ناجي البستاني حيث أجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع سياسية واجتماعية مختلفة وكذلك رئيس الجمعية اللبنانية لأطباء الأشعة الدكتور أسعد مهنة مع وفد من الأطباء الرئيس عون استقبل أيضا سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور الذي سلم رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الأوضاع العربية وتطورات القضية الفلسطينية وسلم عون بدوره السفير دعوة للرئيس عباس لحضور القمة العربية الاقتصادية في كنون الثاني المقبل كما استقبل الرئيس عون بطريارك انطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السوريانية الأرتودوكسية في العالم البطريارك مار إغناتيو سفرام الثاني ووفد من المطارنة وزير الخارجية جبران بسيل في الأردن ومعبر نصيب وضع على طاولة البحث بين البلدين عبر البلد الجار لهما سوريا بصفته موفدا رسميا من رئيس الجمهورية ميشيل عون سلم وزير الخارجية والمغتاربين في حكومة تصريف الأعمال جبران بسيل العاهلة الأردني الملك عبدالله بن الحسين رسالة من الرئيس اللبناني تتضمن الدعوة إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية التي ستعقد في كنون الثاني المقبل في بيروت وغرد بسيل بعد اللقاء قائلا مع جلالة ملك الأردن يكون اللقاء دائما فعالا ومنتجا فيه تبادل للمودة والأفكار والرؤية المشرقية وفيه مشاعر مشتركة ومصالح مشتركة وفيه حوض مشرقي وحسن الجوار وفيه سكك حديد وكهرباء ومياه ومعابر وزراعة واهتمام خاص بالطفاح وكان بسيل قد بدأ زيارته الرسمية للأردن باجتماع مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حيث بدأ الاجتماع ثنائيا في خلوة بحثت في خلالها العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية ثم عقد اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين تمت مناقشة قضايا التبادل التجاري وشؤون النازحين وقضية دعم الأنروا والمشاكل الإقليمية التي تواجه لبنان والأردن معا وفي نهاية الاجتماع عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه الوزيران الصفدي وباسيل أمل باسيل خلاله فتح معبر نصيب قريبا لتعود الحركة التجارية إلى زخمها السابق بين لبنان والأردن عبر البلد الجار لهما سوريا معتبرا أن عودة النازحين إلى سوريا أمر يتم بالتوازم على استقرار على عكس ما يعتقد البعض أن ربط العودة بالحل السياسي وسيلة لتحقيقه بعد الفاصل نيكي هيلي تستقيل أهلا بكم من جديد اشترت ستائر خاصة بمقر إقامتها في نيويورك فالتهمت بالتبذير نيكي هيلي تستقيل في خطوة مفاجئة لم تعرف أسبابها بعد أعلنت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي استقالتها من منصبها وقالت أنها بحثت هذا الأمر مع دونالد ترامب في البيت الأبيض في الأسبوع الماضي قبل أن تقدم استقالتها مباشرة إلى الرئيس الذي قبلها وقال ترامب أن هيلي ستغادر منصبها مندوبة لدى الأمم المتحدة في نهاية العام الحالي وبحسب ما نقلت الصحف الأمريكية فأن هيلي تعرضت أخيرا لهجوم بعدما كشفته صحيفة الواشنطن بوست عن تبديدها نفقات حكومية على شراء ستائر خاصة بمقر إقامتها في نيويورك وكانت هيلي قد أحدثت ضجة ديبلوماسية عارمة عندما هددت أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية بضرب كل من يعادي إسرائيل بالكعب العالي لحذائها وقالت هيلي أنذاك إن زمن التقريع بإسرائيل قد ول وأنا أن تعال حذاء ذا كعب عال ليس من باب الموضة بل لأضرب به مجددا في كل مرة يحدث فيها شيء خطأ وتابعت المندوبة الأمريكية في المدينة مدير شرطة جديد وإدارة ترامب تختلف عن إدارة أوباما فيما يتعلق بمعاملة إسرائيل وأنا لم أتي إلى هنا كي ألعب بل لتأكيد عودة الولايات المتحدة إلى القيادة إن القرار رقم 2234 الذي صدر في نهاية العام المنصرم وهو قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي كان بمثابة ركلة في البطن شعرت بها الولايات المتحدة وأكدت المسؤولة الأمريكية أمام الحاضرين أن ذلك لن يتكرر مستقبلا وعلى الأثر حصلت هيلي لدى زيارتها إسرائيل على كندرة بكعب عال هدية رمزية من وزير الحرب الإسرائيلي أفكدور لبرمن والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع صراط صالحة مرحبا بداية أخبارنا مع مبادرة مميزة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اللي أطلق موقع خاص لأي شاب بيشوف عنده إمكانية لتسلم منصب وزاري أنه يقدم طلب ترشيح على هالموقع يلي رح يستقبل الطلبات لحد نهار الخميس وعلى المرشحين تسجيل بياناتهم الشخصية انتماءاتهم الحزبية ومؤهلاتهم العلمية بالإضافة للوزارة يلي بدهم يستلموها كما يوجد أيضا مساحة مخصصة لنظرة المرشح لأهم المشاكل يلي عمت وجهها الوزارة يلي مقدم له والحلول المقترحة يلي بيملكها ننتقل لتغريدة لوزير الطاقة سيزار أبي خليل حصد فيها استهجان معظم المتابعين بسبب اللهجة المستهزئة يلي خاطب فيها متابعينه الوزير نشر البيانة المشترك الصادر باللغة الإنجليزية عن شركة سيمانز وكتب تقرأ إنجليزية أو من ترجم كمان العبارة كان إلا وقع غير جيد عند عدد كبير من المتابعين يلي انتقدوا اللهجة يلي ما بتلي أبدا كلغة تخاطب صادرة عن وزير واللغة بشكل عام يلي تعود فيها المسؤولين باللبنان يخاطبوا فيها المواطنين أما آخر أخبارنا فهو مع الفيديو لأكتر مشاهدة إطلاقا خلال الأيام الماضية لبي وبنته يلي بتبلغ من العمر سنتين عم يعملوا تحدي لبسينج بشكل حصد أكتر من 9 ملايين علامة إعجابة على إنسجرام ومع هالفيديو المبهج أنا بدي أودعكم لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنسجرام سناب شات وعلا أكيد ما تنسوا تتاغ انت هاشتاك ترينز حتى نقدر نتابع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة وإلى الأخبار الفنية وعمر خداج سعيدة نظمة جامعة بيروت العربية باللبنان لقاء جامعة في طلابة بالممثل المصري يسرى في قاعد جمال عبد الناصر للاستفادة من مسيرة نجاحة وخبرتها في مجال التمثيل والفن بحضور رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال يلي منحها درع الجامعة أنا بشوف أنه هو مع عادة الإمام أنا حضنت الدنيا من خلال عادة الإمام عادة الإمام الجماهيرته العظيمة هي يعني زودتني نجاح أنا فرحانة قوي أن أنا هنا النهار ده وسعيدة بالتكريم والتكريم ده بشرفني وشرف حياتي الفنية ووجود صفرة ووزرة ودكاترة وطلاب يشرحوا القلب زي اللي موجودين ده مخليني من أسعد ما يمكن يوم فاروق الفشاوي أعلن الله يشفيه الله يحميه الله يشفي كل مريض وإن شاء الله يا فاروق ربنا هيخليك تنتصر على هذا المرضو ألف مليون بعد الشر عليك أنا أسفة أن أنا ما كنتش معاك ولا جنبك ساعة اللحظة دي لكن أنا كنت هنا حقك عليا ربنا معاك ويشفيك وتبقى معنا على الظهر لهم مشاهدينا كنصة فخرية فن الخبر لنهية طبعا نشوفكم باي باي والآن استعرض الصحفة الصادرة اليوم ونبدأ مع النهار التي عنوانت لهذا اليوم مساعي الأيام الأخيرة للتسوية المسيحية أيضا في النهار خاشقجي التحقيق يتعقب طائرتين سعوديتين ننتقل إلى صحيفة الأخبار الحريري الاعتذار يعني لا عودة مزرعة وزارة الصحة في عنوين صحيفة الديار إشارات التفاؤل بتأليف الحكومة ترتفع واتفاق على الحصص وبقي توزيع المقاعد تجاوز معظم العقد تقريبا وبعد عودة رئيس الجمهورية تشكيل حكومة ربما بسرعة السعودية وافقت مبدئيا على تفتيش قنصليتها في اسطنبول بقضية الخاشقجي لكنها لم تحدد التوقيت وهو مثل الرفض إشكال بين القوميين فعالي ننتقل إلى صحيفة المستقبل جعجع الضرورات الاقتصادية تحتم التشكيل واللقاء مع فرنجي تحدد زمانه ومكانه التأليف الكل متفائل ومتنازل ننتقل إلى صحيفة البناء السعودية تغرق في لغز خاشقجي وترامب يرتبك باستقالة نيكي هيلي الأسد يفتح الباب لحل الجماعات المسلحة وعودة النزحين بالعفو العام الحريري يمدد المهلة ومبادرة لإرسلان تلقى تجاهلا جملاطيا ووزير القوات جوال في عنوين صحيفة اللواء الحريري لباسيل لن أشكل وزارة بمعاييرك جعجع بلا قوات يعني حكومة غزة في لبنان جملاط يفوض بري السعودية تؤكد أجندتها لحماية أمنها ومصالحها ورفضها التدخل بشؤونها النظام يعفو عن الفرين من التجنيد والأردن سيعيد فتح معبر نصيب نتنياهو سنواصل غاراتنا في سوريا رغم وجود S-300 في عنوين صحيفة الجمهورية الحريري إذا اعتذرت لن أعود فرنسا ترفض نموذج ماكرون الاجتماعي ونختم مع الشرق الأوسط التي عنونت لهذا اليوم عجز الموازنة اللبنانية أربع مليارات دولار سنويا الحريري إذا اعتذرت فلن أقبل التكليف مجددا تعاون سعودي تركي لكشف مصير خاشقجي نتنياهو يطالب باعتراف دولي بضم الجولة كان في النشرة الحريري يمدد الأيام العشر ويسأل لماذا نسفها باسيل التنبيه لمحاطر الترف السياسي بالتعامل مع تأليف الحكومة والتيار القوي صححوا كلام رئيسه مش عام نحلم حال رئيس الحكومة نحن عم نعطي رأينا كيف مفروض تتشكل الحكومات حراك سياسي قواتي ونشتراكي في عين التيني أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في جهد دولي على أزمة اختفاء خاشقجي وتسجيلات تكشف أن الصحفية السعودية استشعر الخطر ختم نشرتنا لمزيدا من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد على الفيسبوك الجديد وعلى توتر الجديد نيوز ألقاكم ضمن الحدث عند العاشرة ونصف ترجمة نانسي قنقر